بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين طبعا هذا الفيديو هو الجزء الثالث نفسه يعني ليس فيديو جديد هو نفس الفيديو الذي نزلته على قناتي ثم حدفته من القناة لماذا؟ بسبب رداءة الصوت وأنا أعتذر على هذا وصلني ميكروفون كان من المفروض أنه يحسن الصوت لكن الصوت كان رديء جدا لذلك قررت أن أعيد الفيديو حتى يكون الصوت واضح ومفهوم حتى يفهم جميع أبنائي إن شاء الله وفي نفس الوقت أردت أن أضيف إلى الفيديو بعض التمارين التي طلبتموها عبر صفحتي على الفيسبوك دون إطالة نبدأ على بركة الله طبعا التمارين التي أريد إضافتها هي التمارين التالية طلبتموها عبر صفحتي على الفيسبوك هي التمارين 23 24 25 صفحة 15 هي تمارين بسيطة يعني لن نحل التمارين 3 لأنها نفس الفكرة هنا قال بين أن العددين 143 و 153 أوليان فيما بينهما هنا قالها العددين 144 و 147 أوليان فيما بينهما هنا قال بين أن العددين طبيعيين 56 و 65 أوليان فيما بينهما يعني التمارين 3 تعتبر نفس التمارين لذلك لن نحل التمارين 3 سوف نحل التمارين هذا التمارين 23 فقط بين أن العددين العددين أوليان فيما بينهما طبعا بسيطة جدا قلت لكم فيما مضى أوليان فيما بينهما معناها قاسمهما المشترك الأكبر يساوي 1 هكذا وفقط بسيطة نحن نحسب القاسم المشترك الأكبر بطريقة القسمة درسناها نقول 153 يساوي 143 هو قال لي هل 153 و 143 أوليان فيما بينهما نقول له 153 يساوي 143 في 1 زائد 10 143 يساوي 10 في 14 زائد 3 10 يساوي 3 في 3 زائد 1 3 يساوي 1 في 3 زائد 0 انظروا هنا تحصلنا على ال PGCD القاسم المشترك الأكبر ماذا يساوي يساوي 1 مدام القاسم المشترك الأكبر يساوي 1 معناها العددان أوليان فيما بينهما أظن بسيطة جدا أوليان فيما بينهما معناها القاسم المشترك أكبر يساوي 1 ومعناها أنني إذا شكلت كسر بهذين العددين يكون كسر غير قابل الاختزال قلت لكم فيما مضى العددان الأوليان فيما بينهما إذا شكلت بهما كسر يكون الكسر غير قابل للاختزال قمنا في الفيديو الماضي الذي حدفته بحل هذا التمرين التمرين 32 الصفحة 15 ماذا يقول؟ يقول أحسب وأعطى النتيجة على شكل كسر غير قابل للاختزال معناه أنك تحسب ثم عندما تجد الكسر النهائي النتيجة تقوم باختزالها أعطانا أمثلة A و B و C و D هي نفس الأمثلة نحن نقوم بحل المثالين A و B يكفي دون إطالة ما هو A؟ A عفوا هذا حتى تكون على علم هذا التمرين هو التمرين 32 صفحة 15 إذا أرتم المراجعة هذا هو التمرين الآن قال لي أحسب A ماذا يساوي؟ A يساوي 2 على 7 ناقص 3 على 7 ضرب 8 على 21 طبعا قلت لكم هنا لا يخدعكم بالمقامات أعطاك المقام هنا سبعة وهنا سبعة حتى يخدعك لكن أنت لا تنخدع بمثل هذه الخدع أنت لا تنظر إلى المقامات لا يهم لدينا نفس المقام أو ليس لدينا نفس المقام قلنا في الحساب نحسب بالأولويات لا ننظر إلى المقام أقول هنا سبعة وهنا سبعة بسيطة سوف أطرح 2 ناقص 3 أو فقط لا ننظر إلى البسط أو المقام بل ننظر إلى الأولويات عفوا ما هي الأولويات في الحساب؟ قلنا الأولويات في الحساب للأقواص ثم الحاضينات ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح هذه الأولويات أعيد الأقواص ثم الحاضينات ثم الضرب والقسمة ثم الجمع والطرح الآن نحن نبدأ بالأولويات هنا لديه الضرب ولديه الطرح الأولوية طبعا تكون للطرح معناها 2 على 7 هذا الكسر الأول يبقى كما هو لأن الأولوية للضرب لضرب كسرين ماذا نفعل نضرب البسط في البسط والمقام في المقام 3 في 8 24 7 في 21 يساوي 147 الآن انتهينا من الضرب تبقى عملية الطرح قلنا في الضرب نضرب البسط في البسط والمقام في المقام في الطرح والجمع ماذا نفعل نوحد المقامات هنا في توحيد المقامات يجد التلاميذ صعوبة لماذا لأنك قد تكون لست حافظا لجدول الضرب لذلك لا تعلم أن 7 إذا ضربناها في 21 نجد 147 هنا إذا كنت غير حافظ لجدول الضرب توجد طريقة أخرى سوف أريك هذه الطريقة ما هي الطريقة الأخرى لديك مثلا أعطيك مثال لديك مثلا الكسر 2 على 3 ناقص 4 على 7 زائد 1 على 2 مثلا هنا لدي جمع والطرح وفي الجمع والطرح يجب أن أوحد المقامات أنت لست حافظا لجدول الضرب لا تعلم ما هو المضاعف المشترك الأصغر ل3 و7 و2 لا تعلم ماذا تفعل قلنا طريقة بسيطة لتوحيد المقامات يمكنك استعمالها من اليوم فصاعدا ماذا تفعل أضرب المقامات في بعضها 3 في 7 ماذا يساوي 21 21 في 2 يساوي 2 و4 وهذه الطريقة تصلح دائما وليس في هذا المثال فقط الآن عندما تضرب المقامات في بعضها تجد عدد ماذا تفعل بذلك العدد بسيطة نقسم على هذا المقام نضرب في البسط نضع النتيجة نقسم على هذا المقام نضرب في البسط نضع النتيجة دائما هكذا تضرب المقامات العدد الذي تجده تقسم وتضرب بالمثال حتى تفهم هنا ضرب 3 في 7 في 2 وجد 42 ماذا أقول 42 على 3 يساوي 14 14 في 2 يساوي 28 توجد ناقص أضع ناقص 42 على 7 ماذا يساوي ساوي 6 6 في 4 ماذا يساوي 24 الآن 42 على 2 ماذا يساوي 24 24 في 1 يساوي 24 ثم نجمع أو نطرح لا يهم العملية هنا ناقص 24 زائد 24 سفر ماذا يبقى لنا تبقى لنا النتيجة 28 على 42 ونحن هنا لا تهمنا النتيجة يهمنا علمتك طريقة كيف توحد المقامات وتحسب وأنت لست حافظا لجدول الضرب بسيطة الآن نعود للمثال الذي كنا نتحدث عنه هنا نكمل قلنا وصلنا إلى عملية طرح نواحد المقامات طبعا أنا أعلم أن 7 إذا ضربته في 21 أجد 47 أعلم هذا معناها أضرب هنا في 21 البسط في 21 والمقام في 21 وهذا يبقى كما هو أنت الآن كتلميذ إذا كنت لا تعلم أن 7 إذا ضربناه في 21 أجد 47 ماذا قلت لك قلت لك تضرب هذا العدد المقام في المقام تجد هنا عدد كيف تكمل العدد الذي وجدناه أقسم على 7 أضرب في 2 أضع النتيجة وهنا أقسم على 147 أضرب في 24 أضع النتيجة وأطرح باستعمال على الحاسبة بسيطة نكمل قلنا هنا 2 في 21 يساوي 42 7 في 21 يساوي 147 ناقص 24 على 147 A يساوي ماذا يساوي يساوي 42 ناقص 24 والمقام وحدنا أصبح 147 42 ناقص 24 ماذا يساوي يساوي 18 على 147 أظن أنها بسيطة فقط ركز وأعد حل التمرين حتى تفهمه جيدا الآن بعد ما وجدنا النتيجة قال لي أكتب النتيجة هذه على شكل كسر غير قابل للاختزال الآن كيف أكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال أولا يجب أن أحسب القاسم المشترك الأكبر PGCD لأننا تعلمنا كي نختزل يجب أن نحسب القاسم المشترك الأكبر وهو PGCD الآن نقوم بحسابه نقول 147 يساوي 18 في 8 زائد 3 18 يساوي 3 في 6 زائد 0 طبعا لن أشرح هذه الطريقة لماذا لأنني شرحتها في الدرس في أحد الدروس على القناة شرحت فيها طريقة الطرح بالتفصيل وطريقة القسمة بالتفصيل لن أعيد الشرح وجدنا القاسم المشترك الأكبر يساوي 3 الآن بسيطة نقسم 18 على 3 دائما في الاختزال نقسم على PGCD على القاسم المشترك الأكبر 147 قسمة 3 ماذا نجد النتيجة 18 على 3 يساوي 6 147 على 3 كم يساوي 49 إذا قال لي اختزل الكسر 18 على 147 طبعا يكون 6 على 49 وإذا قال لي 147 على 18 يكون 49 على 6 أظن أن هذا المثال بسيط الآن قلنا نأخذ مثالين هذا A نأخذ B حتى لا نطيل لن أشرحه به أنا شرحت A وعلمتك كيف تحسب وكيف تحسب الآن B لن أشرح سوف أحلم مباشرة بهم ماذا قال لي قال لي يساوي 7 على 6 ناقص 3 على 4 في 4 على 5 هنا أيضا لا تنخدع في هذا المثال قلت لك في هذا المثال قلت لك الأولوية للضرب ثم الطرح لأنه لا يوجد أقواص لكن عندما يكون لدي أقواص يكون الأولوية للأقواص أولا معناها هنا يكون الطرح قبل الضرب لماذا لأن هنا الطرح بين قواصين قلنا الأولوية للأقواص ثم الحاضنات ثم الضرب والقسمة ثم الجمعة والطرح هنا الأولوية للأقواص هنا أواحد المقامات المقام المشترك هو 12 نضرب 6 في 2 7 في 2 نجد 14 نضرب 4 في 3 3 في 3 نجد 9 في 4 على 5 بماذا يساوي 14 نقص 9 كم يساوي يساوي 5 على 12 في 4 على 5 بماذا يساوي 5 في 4 20 و12 في 5 يساوي 60 طبعا ثم قلت لك عندما تجد النتيجة تحسب القسم المشترك الأكبر وتختزل ما هو القسم المشترك الأكبر لـ 20 و60 هو 20 ونختزل 20 على 20 يساوي 1 60 على 20 يساوي 3 بسيطة بما أنني شرحت أ فلنعيد شرح بمن جديد الآن من تمارين 32 ننتقل إلى التمارين رقم 36 تمارين رقم 36 الصفحة تبقى هي نفس الصفحة الصفحة 15 ماذا يقول؟ نحضر الكتاب المدرسي ها هو التمارين 36 يقول أحسب القسم المشترك الأكبر للعددين 846 و496 أكتب هذا الكسر على شكل كسر غير قابل اختزال ثم أحسب هذا الفرق نحن يهمنا هذا السؤال لماذا؟ أحسب قسم المشترك الأكبر كلكم تعرفون كيفية الحساب اختزل الكسر كلكم تعرفون الاختزال نحن نذهب إلى هذا السؤال الآن أنا قمت بحساب القسم المشترك الأكبر قمت بحساب PGCD العددين 896 و496 و96 عفوا وجدته يسوي 62 ثم قال لي اختزل الكسر 806 على 496 قلنا كيف نختزل نقسم على القسم المشترك الأكبر PGCD وهو 62 ماذا وجدت النتيجة؟ وجدت النتيجة يسوي 13 على 8 الآن ماذا قال لي؟ أعطاني كسر وقال لي أحسب قال لي أحسب 3 على 26 ناقص هذا الكسر 496 على 806 قلنا في الجمع والطرح ماذا نفعل؟ قلنا نوحد المقامات هذه لن أعيد شرحها شرحتها في الأول أريد فقط أن أريكم شيئا ما هو؟ هنا توحد المقامات كما قلت لك وتحسب عادي لكن أين هي الفكرة؟ الفكرة أنه في شهد تعليم متوسط عندما يقول لي أحسب القاسم المشترك الأكبر لعددين مثل هذا التمرين قال أحسب القاسم المشترك أكبر 800 أو 6 400 أو 96 مثل هذه الأسئلة تأتي في شهد تعليم متوسط ثم قال لي اختزله ثم هو نفس العددين نفس العددين في عملية طرح كسرين هنا الفكرة بسيطة ما هي أنني أستبدل هذا الكسر بالكسر المختزل لذلك قال لي في سؤال الأول أحسب القاسم المشترك الأكبر وقال لي في السؤال الثاني اختزله لهذا لماذا؟ كي لا أحسب بهذه الأعداد الكبيرة انظروا 496 و 806 أعداد كبيرة يمكنني هذا 3 على 26 يبقى كما هو ناقص 496 على 806 بماذا أستبدله؟ حذاري أن تقول لي 13 على 8 13 على 8 لما كان 806 على 496 لكن هنا 496 على 806 معنى ليس 13 على 8 وإنما 8 على 13 عفوا الآن هذا الكسر يساوي هذا الكسر الآن 3 على 26 يبقى كما هو هذا الكسر استبدله بالكسر الذي يساويه وهو 8 على 13 هذه هي الفكرة أما الباقي بسيط شرحت هنا كيف تقوم بتوحيد المقامات وتحسب هنا 3 على 26 ناقص 13 أضربه في 2 كي أتحصل على 26 13 في 2 على 8 في 2 شرحت لك إذا لم تكن تعلم أن 13 نضربه في 2 شرحت لك تضرب 26 في 13 تجد عدد تقسمه على المقام وتضربه في البص وهكذا وتكمل ثم نجده يساوي 3 على 26 ناقص 8 في 2 16 13 في 2 يساوي 26 لدينا نفس المقام الآن أستطيع أن أطرح 3 ناقص 16 هي ناقص 13 على 26 طبعا لن أعيد الشرح لأنني شرحت في الأول الآن بعد التمرين 36 طلبتم مني في صفحتي على الفيسبوك التمرين 51 صفحة 17 أين هو التمرين 51 ها هو التمرين رقم 51 صفحة 17 ماذا قال لي؟ قال لي A عدد طبيعي عين A إذا علمت أن PGCD A زائد 24 و A يساوي 12 مثل هذا التمرين توجد تمرين كثيرة مثل هذا وهذا التمرين هو سهل الحل دائما أقول لكم ركزوا فقط لدينا التمرين 51 صفحة 17 قال لي عين A إذا علمت أن PGCD القاسم المشترك الأكبر لـ زائد 24 و A يساوي 12 قلنا توجد كثير من التمرين مثل هذا التمرين وهي تمارين سهلة ركزوا فقط قلت لكم في أول درس شرحت لكم القاسم المشترك الأكبر ماذا قلت لكم قلت لكم هذا هذا لماذا سميناه القاسم المشترك الأكبر لأنه يقسم هذين العددين وهو أكبر القواسم ما معنى أن 12 يقسم A ما معنى معناها A على 12 يساوي عدد طبيعي هذا ما يعني يعني أن A على 12 يساوي عدد طبيعي ولماذا A على 12 يساوي عدد طبيعي لأن 12 من قواسم A وشرحت في الدرس الأول 12 من قواسم A ماذا يعني A معناه بكل بساطة أن A من مضاعفات 12 هذا هو التمرين بسيط جدا قال لي عين A أقول له هو من مضاعفات 12 إذا قال لي لماذا كيف عرفت أن A من مضاعفات 12 أقول له بما أن PGCD A زايد 24 و A يساوي 12 معناه درسنا في درس PGCD وفاهمنا أن هذا القاسم مشترك أكبر معناه هو قاسم لهذا العدد A زايد 24 وقاسم أيضا لهذا العدد A وما معناه قاسم 12 قاسم ل A معناه A من مضاعفات 12 أول درس شرحت فيه هذا المفهوم قلت لكم 7 قاسم 49 لماذا لأن 49 من مضاعفات 7 لماذا أقول أن 5 هو قاسم ل 35 لماذا لأن 35 ما به هو من مضاعفات الخمسة هنا نفس الشيء 12 قاسم ل A معناه A من مضاعفات 12 انتهى التمرين هكذا وفقط تقول له بما أن 12 قاسم ل A فإن A من مضاعفات 12 قال لك عين A قل له A من مضاعفات 12 معناه هو 12 24 36 48 إلى آخره المهم أن A من مضاعفات 12 طبعا الفيديوهات طويلة لأنني أشرح بالتفصيل وأريد أن يفهم الجميع لذلك لا يأتي منكم أحد ويقول لي أستاذ لماذا الفيديو طويل نحن لا ننظر إذا كان الفيديو طويل أو قصر نحن نريد أن نفهم نريد أن نتعلم نريد أن ننجح في شهد تعليم متوسط حتى نفرح ويفرحه آباؤنا أتمنى لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم